نزولا 0-0 نزولا 0-0 أقرر نيستوفل فيرد المدير الفني لبرشلون الإسباني عقب تعادل فريقيه سلبيا أمام مضيفه أولمبيكليون الفرنسي مثاء الثلاثاء في زهب سمن نهاء دور الأبطال أن النتيجة تعتبر محفوفة بالمخاطر وذلك في إشارة لمواجهة الإيابة التي سيحتضنها ملعب الكامبنو الشهر المقبل وأبدى المدرب البسكي حزنه خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء على افتقاد لعبيه للدقة أمام مرمى الخصمة في مباراة كبيرة للفريق الكتالوني وأشار لا يمكننا إنكار أنه كان علينا التسجيل بعد المباراة الكبيرة التي قدمناها النتيجة خطيرة لأن الهدف خارج الديار يعتبر له وزن كبير ننتظر أجواء استثنائية على ملعبنا هذا سيعطينا دفعة كبيرة اليوم قدمنا مباراة كبيرة وسنرى ماذا سيحدث في مباراة الإيابة وأكد فالفردي أنه على الرغم من شعوره بالغضب على الفرص التي أهضرها البرسا في الشوط الثاني تحديدا إلا أنه يشعر بالهدوء لأن لاعبه حاولوا بشتى الطرق من أجل التسجيل وأضاف علينا الاستمرار على هذا النساقة التأهل لم يحسب بعد بهذه النتيجة سنحاول حسم الأمور هناك أمام جماهيرنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر